السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يا رب دايما انتكونوا بخير. معاكم شايماء علي في قناتكم محامية وافتخر قضايا اسر. هنتكلم النهاردة عن انزار الطاعة. خلي بالكم انزار الطاعة. ده انزار خطير جدا سلاح زوحة دين. الزوج بيرفعه علشان الزوجة بتبقى رفع عليه عدد من القضايا نفقات او تبديد منقلات. فالمحامة بيقول له ارفع لها انزار طاعة. انزار الطاعة سلاح زوحة دين. لو الزوجة اعترضت على انزار الطاعة ممكن تحوله للطلاق للشقاك او لاستحكام النفور. وبناء عليه الزوجة بتقول انه في مشاكل بينها وبين زوجها وفي قضايا في المحاكم وفي استحالة استمرار الحياة الزبغية بينه. لو القاضي حول القاضية للحكمين وفدرة الزوجة مصممة على الطلاق القاضي بيطلقها. وفي الحالة دية على حسب تقرير الحكمين. لو الطلاق بسبب الزوجة بتفقد حقوقها. لو الطلاق بسبب الطرفين يعني الاسباب مشتركة بتاخد نصد حقوقها. لو الطلاق من طرف الزوج الزوجة بتطلق لاستحكام النفور وبتاخد حقوقها كما. فاخدوا بالكم انزار الطاعة بيبقى انزار خطير. طيب الزوج دلوقتي عاوز يكسب انزار الطاعة. لازما يتوفر الشروط المطلوبة لصحة انزار الطاعة. وبناء على المحكمة بتقبله. اولا الزوج بيتم ارسال الانزار للزوجة عن طريق المحضر. بينزر الزوجة بالعودة للشقة الزوجية خلال تلاتين يوم. لو الزوجة ما اعتردتش خلال تلاتين يوم بتفقد النفقة الزوجية. وانا تكلمت قبل كده عن اثبات نشوذ الزوجة. لو حابين ترجعوا للحلقة اللي فاتت تتفرجوا عليه. تمام? طيب. ايه الشروط القانونية? للانزار الطاعة علشان المحكمة تقبله. اول شرط لازما تكون الزوجة تركت منزل الزوجية. يعني مش تبقى موجودة وترفع انزار طاعة. تاني شرط لازما الزوج يوفر مسكن زوجية مناسب وملائم للمعيشة. ولازما يكون السكن بين جيران مسلمين. آآ حتى لو حصل خلاف بينكم بيبقى من حقهم الشهادة. تالت شرط يكون الزوج امين على الزوجة على مالها ونفسها. بمعنى ما يكونش بعتاد عليها بالضرب ولا بيبدد من قولاته. لو الشروط دي توفرت من حق الزوج يبعت انزار طاعة للزوجة وبيكسب الدعوة وبتتقبل من المحكمة. لو ليكم اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم بازن الله. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر القرص. مع السلام.